أتى ساعة صباحا بتوقيت القاهرة السابع بتوقيت جرينتش موجز الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بمواصلة الجهود المصرية للدفع نحو إصلاح منظومة التمويل الدولية جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي برئيس مجلس الوزراء لبحث التعاون الجاري بين مصر ومؤسسات التمويل التنموية الدولية لمواجهة التحديات التنموية والناتجة عن الأزمات العالمية المتلاحقة كما تضمن الاجتماع استعراض مختلف أبعاد التعاون الجاري بين مصر ومؤسسات التمويل التنموية الدولية بمشاركة القطاع الخاصة لا سيما في قطاعات الصحة والتعليم والتضامن الاجتماعي أدنت مصر قيام قوات الاحتلال الإسرائيلي بقصف محيط المستشفى الميداني الأردني في غزة والذي أدى لوقوع إصابات بين المدنيين والأطقم الطبية وطلبت الخارجية في بيان لها الأطراف الدولية بضرورة الإطلاع بدورها في المطالبة بوقف هذه الانتهاكات ومحاسبة مرتكبيها وضرورة امتثال إسرائيل لالتزامتها بالصفاتها القوة القائمة بالاحتلال وفق مجلس الأمن الدولي على مشروع قرار يدعو إلى هدن عاجلة وممتدة للقتال في أنحاء قطاع غزة لعدد كافي من الأيام للسماح بوصول المساعدات وجاء التصويت بأغلبية 12 صوتا مع امتناع الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وروسيا عن التصويت وبحسب مصادر دبلوماسية فإن مشروع القرار خفف مضمون القرار من الطلب إلى الدعوة كما خفف من المطالبة بالإفراج الفوري عن جميع المحتجزين إلى الدعوة إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحتجزين قال مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة رياض منصور إنه كان يفترض بمجلس الأمن أن يدعى إلى وقف إطلاق النار منذ فترة طويلة وأضاف منصور في كلمة له في مجلس الأمن أن الخارجية الإسرائيلية رفضت قرار مجلس الأمن وقالت إنها لن تطبقه وستستمر بمصاريها الحالية مشيرا إلى ضرورة رد مجلس الأمن على القرار الإسرائيلي وقال المندوب الفلسطيني إن القرار لم يدن قتل إسرائيل 11 ألف فلسطيني معظمهم من المدنيين بما في ذلك خمسة آلاف طفل فلسطيني أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة أن جيش الاحتلال الإسرائيلي نشر جرافات في مستشفى الشفاء بعدما نفذ عملية عسكرية في المجمع الطبي وقالت الوزارة في بيان إن الجرافات الإسرائيلية قامت بتجريف أجزاء من المدخل الجنوبي قرب مبنى الولادة بالمستشفى من جهته قال جيش الاحتلال إنه نفذ عملية في المجمع الطبي ووقع الأمم المتحدة يوجد في المجمع الطبي نحو 2300 شخص بين مرضى ومقدم رعاية صحية ونازحين أطلقت نقابة العامة للعملين بالصحافة والطباعة والإعلام مؤتمرا عمليا حاشدا بمقر اتحاد العمال تحت عنوان الرئيس وعهد جديد لعمال مصر وذلك لدعم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة وأكد رئيس النقابة مجد البدوي حرص النقابة على رفع الوعي لدى العمال للمشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة لفتن إلى دعم النقابة للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي في مواقفه القوية كما أعلن البدوي عن تبرع النقابة بمبلغ 100 ألف جنيه لصالح مؤسسة حياة كريمة وذلك لدعم الأشقاء في قطاع غزة من جانبه توجه رئيس الحملة الانتخابية المستشار محمود فوزي بالشكر للنقابة على مبادرتها بالتبرع لأهالي غزة معبرا عن سعادته بالروح الإيجابية للعمال ودعمهم للمرشح الرئاسي السيد عبدالفتاح السيسي مشيرا إلى أن الرئيس السيسي وجه بسرعة الانتهاء من قانون العمل مع إجراء الحوار المجتمعي اللازم حوله للحصول على نصوص توازن بين مصالح الأطراف كافة في إطار الالتزام بمحددات وضوابط الانتخابات الرئاسية ودعما وتشجيعا للعملية الانتخابية قررت المتحدة للخدمات الإعلامية بكافة وسائلها منح كل مرشح رئاسي عدد 100 دقيقة إعلانية بالتساوي وذلك إعمالا بمبدأ تكاف الفرص وتشجيعا للمنافسة الشريفة التي تعود على الوطن بالنفع والفائدة كما قررت المتحدة بأن تكون هذه الإعلانات مجانا بالكامل من الشركة وأن يكون محتواها وفقا للضوابط والمعايير التي وضعتها الهيئة الوطنية للانتخابات ويتم إذاعتها في أوقات مشاهدة جيدة وبالعدل بين المرشحين